أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب طلاب صف التاسع في دروس الجديدة من دروس التربية الوطنية في هذا الشبوع عزيز الطالب عليك أن تبين مفهوم الأمن الوطني مفهوم الأمن الوطني هو قدرة الدولة على حماية أراضيها وشعبها ومصالحها من أي عدوان خارجه بالإضافة إلى قدرتها على تصدي لحل المشاكل الداخلية والعمل على حلها وعلى تجدير الولاء والانتماء للوطن والقيادة يعتمد الأمن الوطني الأردني اعتماداً كبيراً على منع المجتمع الأردني ولا تعزيز عوامل قوته الذاتية لحماية أرض الوطن واستقلال إرادته وضمان أمن الشعب الأردني وحريةه وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطن بما يحقق أمنه المادي والشخصي واستقراره النفسي والاجتماعي حيثما كانت إقامته إن موقع الأردني الجغرافي والسياسي يفرض عليه حجد جميع الطاقات والإمكانات والدفاع عن وجوده وحمايته وحماية أمنه الوطني والقومي بمختلف السبل والوسائل إذن عزيز الطالب ما دورك كمواطن في المحافظة على الأمن الوطني وما أهمية تحقيق أمن الدولة مرتكزات الأمن الوطني الأردني استقرار النظام السياسي في الدولة ترسيخ النهج الديموقراطي إذ يعد عنصراً أساسياً لتعميق روح الانتماء للوطن وتعزيز الثقة بمؤسساتها والإسهام في وحدة الشعب الأردني وحماية أمنه الوطني والمشاركة الحقيقية للمواطن كافة في إطار من العدالة الاجتماعية وتكافل فرص والتوازن بين الحقوق والواجبات الأمن الوطني الأردني هو جزءاً من الأمن القوم العربي ويؤثر فيه ويتأثر به سلباً وإجاباً تعميط مفهوم الاحتراف لدى قوتنا المسلحة والأجهزة الأمنية والعمل على توسيع قاعدتها وتعزيز قدراتها وتطويرها أيضاً من مرتكزات الأمن الوطني عزيز الطالب هي العناية بتطوير أجهزة الأمن الوطني وتأهيلها للقيام بواجباتها على أكمل وجه لحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي هل يكون تحقيق الأمن الوطني للدولة مسؤولية فردية أم جماعية عزيز الطالب؟ أيضاً عزيز الطالب من خلال البرنامان الطلابي بيّن دور الطالب في الحفاظ على الأمن الوطني بعد ذلك عزيز الطالب علينا أن نبين أبعاد الأمن الوطني ما هي أبعاد الأمن الوطني؟ هي البعد العسكري، البعد السياسي، والبعد الاجتماعي البعد العسكري وهو يعني البعد قدرة الدولة على الدفاع عن نفسها ورد على أي عدوان عسكري كما يعبر عن قدرة الدولة على إنقاط رياراتها السياسية باستخدام القوة العسكرية إذا اضطرت إليها واستطيع الدولة زيادة قدرتها الدفاعية بعقد اتفاقات عسكرية أو الانضمام إلى أحلاف مناسبة لأهدافها الوطنية وتأمين الموارد المالية اللازمة لذلك البعد السياسي، يرتبط البعد السياسي بقضايا عدة منها الإرادة الوطنية الحرة وحرية اتخاذ القرار السياسي والقدرة على التعامل مع المستجدات السياسية ومقدمتها التنمية السياسية والأصلاح السياسي وتأمين مصالح الدولة الوطنية الحيوية البعد الاجتماعي يهتم البعد الاجتماعي بحفظ الإنسان والمجتمع ويشمل النواحي الحياتية التي تتهم الإنسان ويضمن للمواطن أمنه على نفسه ومعنى وهذا يؤدي إلى التماسك بين أفراد المجتمع أما البعد الاقتصادي ما المقصود بالبعد الاقتصادي وإلى ماذا يهدف؟ يهدف البعد الاقتصادي إلى التنمية البشرية وقدرة الدولة على تأمين اقتصادها ومشروعاتها الاقتصادية ضد أي تهديد داخلي أو خارجي واحترام الملكية الخاصة وتشجيع المبادرات الفردية وتأمين بيئة استثمارية آمنة البعد الثقافي البعد الثقافي هو الحفاظ على المقونات الثقافية الأصيلة في مواجهة تيارات الثقافية الوافدة وتحصين الهوية الثقافية من الضيعة والحفاظ على الثقافة العربية الإسلامية في مواجهة التحديات الخارجية البعد البيئي وهو توفير الأمن للناس من الأخطار الطبيعية أو البشرية نتيجة الإهمال أو الحوادث أو السوء الإدارة والحفاظ على البيئة الأردنية وحمايتها من التلوث والتعاون والتنصيق بين المؤسسات الرسمية والهيئات الاجتماعية المتخصصة إذن عزيزي الطالب الأمن الوطني هو قدرة الدولة على حماية أراضيها وشعبها ومصالحها من أي عدوان خارجي بالإضافة إلى قدرتها على التصدي لكل المشاكل الداخلية والعمل على حلها ولا تجدير الولاء والانتماء للوطن للقيادة شاكرا لكم أعزائي الطلاب حسن السماعكم وتعالى